لو جبنا كل نادي من الأندية البارزة في البسكت هنطلع 3-4 أسماء بسهولة لعيبة جمدة جدا رغم كده المنتخب يمكن مش عامل أفضل أداء بطولة أفريقيا الأخيرة برضو كان متوقع نتيجة أفضل من كده يمكن صابتك البدري برضو كان لها تأثير شايف إيه اللي نقصنا عشان نقدر نكون بالنافس نوصل لنهاية أفريقيا ننفس على اللقب نسعد كسعالم الطبيعي بقى الصعود والله زي ما قلت الأول أنا شايف النقص هو الاحتكاكات الكتير الدولية إحنا اللقب بتاعتنا بتبقى كويسة جدا في الدور المحلي لأنه أنت بتلعب هنا بطريقة معينة بتقابل فكرة معين في طريقة اللعب لما بنروح نلعب بره الموضوع مختلف تماما الفيزيكاليتي مختلفة بتلعب الناس بفكر مختلف بتلعب الناس بتلعب بسكتبول ذات نفسه الامفزيز بتلعب البسكتبول ذات نفسه مختلفة شوية فالخبرات ديت عمرك ما تكتسبها أنت محتاج تلعب متشاط تودية كتير محتاج تلعب متشاط تودية مع بلاد ذات نفسها مختلفة في التفكير يعني أنا مثلا أروح أنا بلعب في أفريقيا الأفريقى مثلا بلعبوا بأسلوب طريقة ما هو يضربوا جامدوا ويضربوا جامدوا ويضربوا جامدوا وهم سراعوا ما ينفعش أروح أبيه مثلا معسكر إعداد مع فرق عربية أو دي كده بتتعامل يعني بطول العربية دي بتتعامل للدول العربية كلها لكن ما ينفعش يبقى هو ده المعسكر الوحيد اللي أنا بعمله وبروح ألعب في الأفريقى بيلعبه بطريقة تانية خالص فطبعا أنا لازم ألعب متشاط دولية مع مدارس مختلفة لازم ألعب ثلاثة أربع فرق من أوروبا وأخسر عشرين تلاتين بنت أنا جالعب متشوية إش هتعلم أنا المشكلة أروح ألعب ناس من آسيا أروح ألعب يابان أروح ألعب أمريكا ألعب حتى لو مش هلعب منتخب أمريكا ألعب جامعات جامدة أروح ألعب فرق من الجيلين كل ده بيممكن على فكرة أن هو يتنظم لكن طبعا الفترة اللي فاتتها عشان الكورونا كل ده كان صعب جدا يعني طبعا قبل حتى بتويت أفريقيا إحنا معرفناش حتى اللعب أي حد أنا فاكر بسبب الكورونا والناس كلها خايفة تسافر والناس كلها مش عارفة تروح فين لكن لازم يكون ده في الخطة لازم يكون الخطة بتاعة الأجندة الدولية أن أنا هلعب مرشات كتيرة عرض لعبتي لإحتكاكات دولية كتيرة علشان يتعلموا مرة وثنين وثلاثة ومن هم صغرين لازم منو أنا عندي 21 سنة يدخل اللعيبة اللي أنا شايف أنهما فيهم الرمأ أوديهم وصفرهم لعب مرشات دولية ياخدوا الاحتكاك ده من بدري عشان يخسر ويتعلم ويجي بعد كده لما يبقى عنده 23 سبعة وعشرين سنة يبقى هو قر دي عنده خطة رضيات مش وهو عند 23 سنة لسه هضمه للمنتخب بقوله طب بص بقى تعالى طوليت صعب أنت كل ما بتكبر كل ما استيعابك للحاجات دي بيبقى أبطأ شوية يمكن عايزينك بقى تحكي لنا عن تجربتك لما كنت مرشح أنك تلعب للإم بي إي ويمكن كان فيه كلام إن خلاص الموضوع تقريبا شبه هيتم لكن بعد كده برضو الإصابة أعتقد هي كانت من الأسباب رجوعا بص يعني والله وموضوع الإنبيد قدر الله مش أفعل يعني يمكن الإصابة هي كانت فعلا السواب اللي خليتناها لجع تاني مصر والحمد لله يعني محدش عارف إيه اللي أسوأ اللي كان ممكن يحصل يعني الحمد لله الإصابة جاءت على قد كده لكن هو إحساس حلو جدا بصراحة إن الواحد يقدر إنه هو كان نفسي عمل حاجة للبلد أعمل حاجة للولاد اللي بيلعبوا عندنا بوسكت اللي من نفسهم يفكروا في حاجة زي كده بس إحنا على طول بنقعد نفكر ونقول لبعض إن الحاجات دي مشتحلة والحاجات دي بعيدة كان نفسي إن أنا بصراحة بالإجزامبل ولسه أنا لسه عن 20 سنة أنا محدش يعرف السنة دي بعد السنة دي إلا هيحصل يعني التجربة كانت حلوة بصراحة الاهتمام اللي أنا كنت بغضو من الفرق هناك كان حاجة كانت خلاني مبسوط جدا بصراحة يمكن نسم الكتير قوي من اللي أنا تعاملت معهم لما سافرت أصلا أنا كنت عملت معهم بكده بعد الجامعة لكن المرة دي حتى بعد ما جيت هنا مستوية عالية أكتر شوية وبقيت لعيب مختلف شوية لإهتمام الناس بالنسبة لي كان مختلف برضو بس يعني الحمد لله الحمد لله على كل شيء إن شاء الله هتطعب إن شاء الله إن شاء الله يمكن أعادك بينتين نهاية الموسم الحالي هل فكرت في الخطوة اللي بعد كده تجديد احتراف في أوروبا تستنى تجربة زي تجربة الام بي دي ممكن تتكرر مع البطولات اللي جاية ولا ما أجل كل حاجة لنهاية الموسم؟ يعني أنا أجلت كل حاجة لنهاية الموسم علشان طبعا نازم أشوف يعني فاكرة الاحتراف ديات لو رجعت تاني يمكن ناس كتيرة كانت تكلمت الأيجنط وكده كلمت جو أهم حاجة بالنسبة للوقت إن أنا كد في رجع سليم ويتأكدوا إن أنا كد في رجع سليم لأن طبعا في إصابات كده معاينة ممكن تحصل مرة واثين وثلاثة فالإيان بالنسبة لي بصراحة لما أنادي الكلم عاية في التجديد والتالي يا جماعة أنا دلوقتي مش هعمل أي حاجة غير يعني أشوف بس الدنيا تمشي كم هشوف ببعا موضوع السفر دوت ممكن بعد بدوت أفريقيا ممكن يجري حاجة تانية إن أنا روح الانبيا أشوف ممكن أكمل أوروبا طبعا سيا مشكلة أوروبا إن هي الليفلز فيها كتيرة شوية في اليورو ليج ده أول حاجة بعد كده اليورو كاب بعد كده الشامبيونس كاب وفي فرق بتلعب في الدوريات المحلية بس أصلا ما بتلعبش على مستوى أوروبا فأنا مش عايزة بقى في حاجة زي كده يعني إذا كنت عايزة أروح ألعب في فرقة بتتأهل إن هي تلعب في البطولة على مستوى أوروبا علشان أقدر إن أنا أعلى في الكرير واحدة واحدة أكيد أنا مش هروح ألعب في اليورو ليج مرة واحدة اللي هما ما بيحبوش يجيبوا لعبة من بره ربا يلعبوا في اليورو ليج لكن ممكن تلعب في أوروبا مثلا في حاجة في تشامبيونس كاب أو يورو كاب سنة سنتين تثبت نفسك بعد كده تلعب في اليورو ليج مع ريال مدريد وبارشولونة وشيسكا موسكو والفرق دي كلها إن شاء الله بس السنات يتعادي على خير وكل بدأ فول يعني ممكن تحكي لنا برضو كواليس كان في أخبار بشاكوى دات زمالك مستحات متأخرة يمكن حصل بعديها شوية مشاكل على السوشيال ميديا بعديها حصل سحب للشاكوى والدنيا مستقرة وحتى المشاكل اللي كانت على السوشيال ميديا دي تقلبت عكس الناس كلها إشهادة ومجرد لقبت منشين تلاتة الناس شافت مستواك وابتدت الإشهادة ترجع تاني فأنت بالنسبة لك كويس الموضوع ده كانت زي لا يعني ما فيش كويس والناس كلها عارفة كل الحاجة يعني إحنا كان حصل عندنا خدنا وعود كتير جدا إن إحنا ناخد فلوسنا من فترة طويلة من أيام كابتن حسين لبيب وحصل تأخير شهر وشهرين وتلاتة واربعة وخمسة بس واللي حصل إن الواحد ما كانش عارف إحنا هنفضل ماشيين كده لحد إمتى محدش كان بيتكلم معنا يا جماعة إحنا قدامنا كذا إحنا شهرين ناخد مثلا دلوقتي حاجة وكمان شهرين ناخد حاجة وكانش في جدولة لأي حاجة ما كناش عارفين رأسنا من رجلين وهي دي كانت المطالب يا جماعة آه ماشي أنا ما بطلبش إن أخذ فلوسي كلها لكن أنا بطلب إن أولا أخذ جزء وتاني حاجة جزء التاني أبقى أنا عارف هو جاي إمتى ورايح منين وجاي فين أشياء أنا قاعد بلعب مش عارف أنا بأخذ إيه ولا بعمل إيه وبلعب ببلاش وخوص خصوصا إن يعني إحنا المجهود اللي حمنا منه مجهود مش قليل يعني حمنا منه مجهود كتير جدا من ضايع وقت كتير جدا الناس عندنا عندها شوكل في يعني ممكن ما بشتغلش حاجة تانية غير ببوزكت آه في ناس لعيبة عندنا بتلعب شوكل عندها شوكل أصلا شغلهم من الخارجي يعني سواء بقى هم مهنيسين عندهم شركات أو أي أن كان وشغله بيتعرض لمشاكل بسبب إنه هم بيبقى بيتمرن طول اليوم أو طول اليوم ونسل مع بسكرات ومتشاط فأنا هسيب شغلي يعني شو أجي التمرين وبرضه ما أبقى تشوف طبعا دي كانت حاجة من الحاجات اللي كانت مأسطرة علينا كتير يعني وكانت بالنسبة لي الشكوى هي كانت مجرد إنها بحفظ حقيه وتاني حاجة إن أنا بطالب إن أنا أعرف رأسي من رجلي يعني وأول ما عادت مع سات المستشار وعادت مع أحمد مرتضى الموضوع تحل على طول يعني ما كانش فيه أي مشاكل بعدها يعني وانسحبت الشكوى والدنيا مش يتعوضون زي الفل يعني بالنسبة طبعا الكلام بتاع السوشيال ميديا زي ما قلت لك إحنا شعب عاطفي شوية الناس بتتكلم بعاطفتها أكتر مع التفكير مع الناس ما لا يعني أنت هتيجي على الزمالك خلاص تغز فيك وأنا ما قلتش أنا أجي على الزمالك في حاجة أنا مطلوب حقي مش 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 ضد النادي ومحاولش أقزي النادي بأي حاجة بالعكس أنا بس بحاول إن أنا أفيد نفسي في نفس الوقت الناس برضو عادي جدا يعني لعبت موتشين كويس والناس مبسوطة بس أكيد في ناس ممكن تبقى متضايقة يعني لكن أنا يعني مش بحاجم النادي في حاجة أنا مفيش أي حاجة غيري أنا بطلب حقي غير كده لا يعني لكن بالنسبة للجمهور يعني لا هو أنا جمهور الزمالك أنا بحبهم يعني ناس ناس بتعمل لنا support على طول لكن حتى نبرح بعد الموتش خسرنا بس الناس كلها بتتكلم معنا بشكل كويس لم يبقى في حد مؤثر عادي المشكلة إن أنا برضو يبقى فيه نقد بنائي يعني نتكلم بياحنا عايزين منك أكتر من كده عايزين أحسن أنا ما عنديش مشكلة في الكلام ده خالص يعني أنا عندي مشكلة بس لما الناس بتخرج برا النص شوية بألفوز حتى مش بالنحيتي أنا أنا بالنسبة لي بتفرقش معي لكن إن حد يتكلم عن عائلتي بحاجة إن حد يتكلم عن عن تربيتي بحاجة يتكلم عن لا طبعا الكلام ده أنا عملي مع بالوية اشتركوا في القناة